ركود المياه في خور عبدالله لم يكن فاعلاً بالصورة التي صدرها العراق ضمن قرار المحكمة الاتحادية ببطلان دستورية الاتفاقية الموقعة مع الكويت إذ بدأ حراك الكويت على الضفة الأخرى من حدود العراق بموجة متصاعدة وحراك متسارعة في مشهد وصفه الشارع العراقي بإثارة عاصفة سياسية نقبت عن ملفات أشعلت فتيلها الكويت في أروقة الخليج وواشنطن تصاعدت حدة الرفض والاحتجاج الكويتي إلى درجة تحشيدها لمجلس التعاون الخليجي بعناوين دعوات إلى العراق ومعه واشنطن بلغة التشديد على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيه الدعوة من جديد لاستكمال ترسيم الحدود الكويتية يبدد بحسب مسؤولين جهود البلدين الجارين في موجة الدبلوماسية الأخيرة وكأنها حبر على ورق إذ جدد وزراء الخارجية في مجلس التعاون الخليجي دعمهم لقرار مجلس الأمن بشأن الملف المتعلق بإعادة الكويتيين إلى وطنهم بما في ذلك المفقودين الكويتيين وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق مطالب كويتية تبحث عن السيادة التي يقول المحللون في الساحة العراقية إنها ذات المطالب التي تبحث فيها بغداد عن سيادتها إلا أن كفة الميزان الراجح الآن في مشهد التوتر الكويتي العراقي الذي تصاعد بملف اتفاقية خور عبد الله يبدو للمراقب المحلي والدولي بما يشبه الاهتمام الدولي بما هو مطلوب من العراق أكثر من حقوقه المسلوبة دون النظر إلى عاصفة ملفات فساد أثارها نواب عراقيون حول التغول على مقدرات عراقية في مناطق حدودية جنوبية اشتركوا في القناة